و اليوم أنا إذا سمحت لي نريد أن نتشرف حنا فيك أنت اللي تفتح الظرف وتعلمنا بالضبط منه اللي فائز طيب إذا سمحت طيب هو مكتوب هو موجه من الأمير خالد بن محمد بن سلمان إلى المشرف العام على ما رجال ملك عبد العزيز للإبل سر يفتح بيدي حبيضه الله هو شمعة أحمره ترى هذا على التاريخ إلا أنت قاعد تشوف جيدا حينما ندري عدنا أنا أقرأ كامل الكلام النسخة السادسة النتيجة النهائية لجائزة اشداد اليوم الاثنين الموافق السابع عشر من يناير لعام 2022 نقاط جائزة اشداد الترتيب اسم المشارك ومجموعة النقاط الأول حصل على 785 نقطة وهو دبوس بن مبارك بن عبد الله الدبوس الثاني حمد بن عوضة بن علي المري 774 نقطة والله الموفق الأول كم عفوا؟ الأول 785 نقطة بينهم 11 نقطة بالضبط الأول هو دبوس بن مبارك بن عبد الله الدبوس والثاني حمد بن عوضة بن علي المري نائب المشرف العام على مهرجاء الملك عبد العزيز الإبل النسخة السادسة المهندس بندر بن علي الكحطاني مختوم مبارك عبر منبركم الأخوي دبوس الدبوس على حصوله على الشداد و مبارك الأخوي حمد بن لبدان أيضاً أنا أعتبر أنه حصل على الشداد لأنه هو اللي كان المنافس وهو اللي صعد القوة واحتدام المنافسة ولولا أخوي حمد ما وصلنا للي وصلنا له و بيض الله وجيههم جميعاً ولكن نأسف أنه في النهاية الفائز عندنا واحد لو كان نقدر نخليهم اثنين خليناهم اثنين لكن للأسف اللعبة شروطها أنه يكون واحد واللي يأخذه واحد ولكن السنة الجاية الله أعلم ترى على فكرة الشداد دبوس الدبوس يأخذه السنة هذه و لازم يرجع السنة الجاية يرجع السنة الجاية يا يحافظ عليه يا يأتي واحد ثاني يأخذه نفس الشداد نفس الكاس يعني هذا مسترد يعني متى يتملكه؟ بعد ثلاث سنين إذا أخذه ثلاث مرة؟ ثلاث سنين متتالية و الآن كان اسمه شروط الشداد أو مسابقة الشداد الآن تغير اسمها السنة الجاية اسمها شداد ندر الصفر باسم منقية ندر الصفر اللي هي منقية أخي دبوس الدبوس فاسمه شداد ندر الصفر فالمسابقة تسمى باسم منقية المنقية الفائزة للعام الماضي صحيح صحيح أنا شاكر لك هذا الحضور و شاكر تشريفك لنا و ممتن لهذا الحضور و أيضا لإعلان الجائزة في هذا الموجود هل هناك كلمة أخيرة قبل أخذف؟ نعم لدي كلمة أخيرة كلمة طبعا بعيدا عن الشكر و هذا كلها اللي تستحقونه و ما يحتاج لكن أنا أتمنى من أخواني وين الكاميرا يا جماعة؟ كاميرتك هديك كاميرتي أتمنى من أخواني الكويتيين دبوس الدبوس عمل عمل ما يستطيع أحدا يعمله السنة هذه نافس منافسة قوية حمد بن لبدان من أعتاء منافسين مهرجانات الملك عبد العزيز كون إنه قدر يتغلب أرجو رجاء خاص من أخواني في الكويت بالذات أن يستقبل هذا الرجل بما يليق على ما استحقه من بطوله عمل منافسة قوية دخل في منافسة قوية في الصياهد أتمنى منهم إنهم يعطونا حقه